حالة الانفلات الامنية وعدم الاستقرار ما زالت السمة البارزة للعراق رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك مع تنظيم داعش إلا أن بروز ميليشيا الحشد قوة النافذة على الساحة وضع العراق تحت رهينة رغبات وخطط قادة هذه الميليشيات وبما يشيع الفوضى في البلاد تقارير دولية قالت أن تصاعد عمليات الاغتيال الأخيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية زيف للدعاءة الحكومية في فرض الأمن واستتبابه بعد أن أزاح الستار عن فشل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني في إيقاف النزيف الدم العراقي وتدق منظمات دولية ناقوس الخطر من عودة مسلسل الغتيالات في العراق تزامنا مع تسجيل انهيار كبير في الملف الأمني وسطا تحذيرات من استمرارها بحال عدم اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الجهات المعنية خبراء وأمنيون أكدوا أن عودة مسلسل القتل وانتشار السلاح وتنامي الاغتيالات أمر متوقع في ظل الإخفاق الحكومي بالسيطرة على السلاح المنفلت وذلك بسبب هشاشة المؤسسة العسكرية الرسمية أمام تغول الميليشيات في الدولة على المستوى الأمني والعسكري ويبين الخبراء الأمنيون أن استمرار تحريك السلاح المنفلت في شوارع بغداد بعناوين مختلفة يؤكد أن عمليات الاغتيال تتم تحت هذا الغطاء بل وصل الأمر إلى أن بعض العمليات التي نفذت سابقا نفذت بحماية حكومية من خلال استخدام عجلات الدولة وسلاحها الذي تمتلكه جهات سياسية ومسلحة متنفذة على القرار الحكومي والأمني مراقبون يؤكدون أن كل حديث عن إعادة الاستقرار الأمني في العراق غير حقيقي لأن الفوضى مرتبط أساسا بنهج العملية السياسية المبنية على قاعدة نشر الفوضى لضمان الاستمرار في حكم العراق